من أول ما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير والسلع أو بعض الأمور للمنتجات اللي هي عابرة بقى للحدود زي الدهب زي الحديد زي البترول طبعا برصاتها العالمية طالع نازل نازل طالع محدش عارف لها ماشى ازاي وجاية ازاي من بينها الحقيقة وكان من آخرها الحديد انخفاض في البرصات العالمية في أسعار الحديد يعني خصوصا ما يتعلق بأسعار الخردة وأسعار البلد في انخفاض بنسب متفاوتة وده كان ليه مرضود على السوق المصري يعني شايفين انخفاض 4500 جنيه تقريبا يعني ده في الحديد المسطحات يعني كان بـ 25 نهاردة بنتكلم في حوالي 20500 يعني في انخفاض ما يقرب من 4500 جنيه باية أنواع الحديد كان فيه متوسطات مختلفة من 800 جنيه ل900 جنيه أقل شوية أكتر شوية بقى تقريبا بنتكلم في الطن حوالي متوسط 19000 جنيه فهنشوف برضو الحديد السوق العالمي فيه عاملة زي وازي ده مأثر علينا وهل انخفاض ده حقيقي وهيستمر ولا ده بشكل وقتي بس برحب بسيد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية سيد أحمد مساء الخيري فهن أهلا بحضرتك مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين أهلا بحضرتك أرجوك اشرح لنا مرضوض الانخفاض اللي حصل برة على السوق المصري وشوفنا الانخفاض 4500 وبنشوف 800 جنيه في باية الأنواع هو حضرتك طبعا احنا بنستورد خام الحديد بصفة عامة سواء كان خام حديد أو بلت أو صاج أو خردة بنستوردها كلها من الخارج طبعا الأسعار اتأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية فارتفعت مع بداية الحرب ثم تعودت للانخفاض مرة أخرى زي ما حضرتك أشارت أن الصاج انخفض حوالي 4500 جنيه في السوق المصرية النهاردة عندنا البلد انخفض خارجيا حوالي 200 دولار يعني ما يعادل 3600 جنيه المصانع خفضت لغاية دلوقتي من 800 لألف جنيه في بعض المصانع اللي هو الحديد الاستثماري خفضت 1500 جنيه في الطن وفي حالة من التركب المفروض وتوقعاتنا لفترة المقدمة بلا أن أسعار حديد التسليح هنتنخفض في مصر بما يعادل 2000 جنيه ودي كلها مؤشرات بتدي أمل لقطاع المقاولات عندنا والتشهيد أن الأسعار في الانخفاض الحاجة التانية برضو توجهات السيد الرئيس باستثناء المصانع من الصراط مستلزمات الإنتاج من كار البنك المركزي ده هيؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض في السوق وبالتالي لانخفاض الأسعار الحاجة التالتة برضو سبات أسعار الدولار وانخفاضه في الفترة الحالية ده أدى إلى استقرار السوق وعدم ارتفاع الأسعار والقضاء على الإشاعات للأسف الشديد كانوا بيقولوا أن الحديد هيوصل 25 و30 ألف والدولار هيبقى بـ 22 ألف جنيه الإجراءات اللي خادتها الدولة 22 جنيه في الفترة الأخرانية دي وتوجهات السيد الرئيس دي في الحقيقة أدت إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار في الوقت الحالي وفي مزيد في خلال الأام القليلة المقبلة بانخفاض أسعار حالي التسليح أيضا ده بالتالي حرك شايف أنه هيكون ليه مرضوط قريبا على سوق العقارات بالتالي وعلى النشاط الخاص بتاع البناء بالطبيعي وفي خبر برضو عايز أقوله لحضرتك النهاردة النهاردة في شركة أسمنت العريش ودي إحدى شركات جهاز مشروعات القدمة الوطنية النهاردة خفضت أو بعتت للوقت لرسالة بتخفيض أسعارها اعتبارا من باكر ليصل سعر أرض المسلع عن 1500 جنيه للأسمنت اللي هو خاص بالخرصانة المسلحة و850 جنيه لأسمنت الخاص بالتشتباط وده هيوصل للمستهلك على حسب مسافة النقل لكل محافظة أقصى سعر هيبة 1150 لـ 120 جنيه ده هيدي مساهمة لتحريك السوق وتعليل التكلفة وعادة الانضباط للأسواق مرة أخرى عظيم أنا شاكر جدا لحركة سيدة أحمد الزين رئيس شعبت مهايدة بناء بالغرفة التجارية